يا الله شلونكم شباب شلونكم متابعين العزاء وينما تشدتوا تتابعونا داخل العراق أو خارج العراق اليوم موضوعنا عن القاتل الصامت مثل ما أنا أسميه القاتل الصامت نقصد بالفاش وشلون تفحص قفصك أنه بيفاش أو ما بيفاش حتى تكون مستعد لهذا الشي حتى تتخلص من عنده للأسف بعض الجناية اللي طيورهم توصل يعني طيور نادرة بحناجرها وبلساناتها يعبر الطير سعر المليون والخمسمية والسبعمية وغيرها وغيرها ومحتفظ لك بقفص خالة بقفص قديم من تحكي يقول لك والله هذا قفص تراثي واني مستعز بي إلى آخره السبب الرئيسي والأساسي لانتشار الفاش هو القفص القفص هو اللي يجيب لك الفاش من البداية صحيح هو يجيك من بره من عوامل خارجية من العشاش القديمة مع العصافير أو الفخاتي وينتقل لكن طريقة الانتقال ماته هي القفص القفص القديم كلما يعتق هاي المسامات جاي يشوفوها ما للشياش ما للعيدان هاي المسامات تكبر من تكبر المسامات تصير مثل العشاش اللي الفاش يتكاثر بيها من يتكاثر بيها الفاش رح يسوي بالليل أو العفو بالنهار رح يختل بيهن بالليل من يكون الضوء مطفي يطلع وين يروح يروح على البلبل حتى يمص من يما دم لان الفاش يتغذى على دم الطيور حصرا من يتغذى على دم الطير ومن يكثر عددهن أعداد هائلة الطير بعد رح يكون ميت حملهن ورأسا رح يموت بدون سابق انذار بدون أي أعراض يعني فجأة انت تشوف طيرك يغرد طبيعي ونشاطه وأكله وهذه فجأة نشوفه بزاوية ما القفص ميت فهذا السبب أني سميته القاتل الصامت لأن يموت الطير عندك بدون سابق انذار أنه أكو مرض أو هيش شيء المهم شلون تفحص قفصك أنت بيفاش أو ما بيفاش أكو طريقتين بسيطة كل شيء الطريقة الأولى هاي هس احنا مثلا هذا القفص رده فحصه هذا تخليه بغرفة غرفة ظلمة طف الضوح عليه حسبت ساعة ساعة ونص تخليه بغرفة ظلمة كل أي أنارة ما بيها هنا ايش رح يصير شغل الضوح أو تعال بالفاش ما العفو بالفلاش ما للتليفون وأفحص عليك فكتب حص هنا على هذا المصطبة وتباوع عليك فك هنا إذا أكو فاش رح يشوف الفاش يطلع ويطوب بين القصب والعوادين هنا هذه إذا ما لقيته هنا أنا أكو مكانهم يختلم بفتحة الباب أول ما تفتح الباب هيك هنا من تفتح الباب خلي شوي ننضي تركيز الكاميرا من تفتح الباب أكو هاي هذه المنطقة هاي الخاتلة صيرة هنا بهاي القصبة هاي تتلقاه مليانة ملي اذا مو مليانة واحدة ثنين ثلاثة هم تلقى بيها الفاش إذا ما لقيته هنا عندك هاي منطقة هاي المنطقة أيضا يكثر بيها اذا كان أكو هاي هاي الثغرات شوفوها بس ما لكم شغل الله تتوب هاي الرطوبة شي طبيعي هاي كل اخفاص بها رطوبة هاي الثغرات شوفها هاي يختل بيها مو هنا هنا عندك هاي المصطبة يعني اي مكان اي مكان هاي شوفوه هنا اي مكان بي ختلة رح تلقى بي الفاش وحدة اثنين ثلاثة او اكثر هذا الطريقة الاولى الفاش شكله حشرات نعمة بقدراس الدمبوس لونها احمر هاي احمر هدد مماصة دم من الطير او يكون لونها اسود بي بظهرها نقطة ذهبية او لونها اصفر شفاف بعدها مماصة شي من دم الطير هاي شغلة الشغلة الثانية بالمشربة او بطاست المي انت شوفوش تستعمل ولا وانا افضل ان تستعمل المشربة المشربة اهنانا رح تلقى مي واقع بالمشربة طبعا المشربة بيها ملتي فيتامين فلونها اسمر رح تلقى دود يوقع بالمي لان الفاش لازم يروح يلغذى عن المي يحتاج مرات المي يشرب من المي من يجي يشرب يوقع بالمي رح تشوف المي بهاي الحشرات النعمة اذا اكو فاش بالقفص اذا ما لقيت هنا ولا لقيت بالقفص يعني قفصك سليم وطيرك سليم كل شي ما بيب ما يحتاج تلزم البلبل وتفحصه اه فحص انه تفتش ريشة وهال لان ما رح تلقاه فهاي الطريقة الانسب هي طريقتين طريقة القفص وطريقة المشربة اذا ما لقيت بيهم فاش يعني ماكو بالطير فاش اما اذا لقيت بيهم بنظري بنظري تتخلص من القفص يكون لك افضل لان القفص ما الى قيمة مادية عالية تشتريك قفص جديد وتخلص من هاي الدخة هاي شغلة بالنسبة للطير اكو بخاخ انتاج هولنديو اكو انتاج بلجيكي بخاخ خاص لعلاج الفاش تستعمل مرة اسبوعيا بخة وحدة بالركبة وجوه الجناحات اول اسبوع وبعد اسبوع تسويها ينتهي من عندك الفاش ان شاء الله استفاديتم من الفيديو تحياتنا لكم